مرحبا احبتي متتبعي قناة ليفورتيك. اه متل ما معتكن ارحبا دائما معكن بما يخص موضوع تفعيل ميزة الاتصال بعبر برنامج الواتساب. اليوم اصبحت هيد الميزة متاحة بعد التحديث الاخير يلي تم للواتساب متما ملاحظ هادخل على الواتساب هاللاحظ كول والكونتاكت صاروا موجودين بشكل رسمي. شو لازم نعمل حتى نفعل هيد الميزة اول شي لازم قوم بعملية التحديث لاخر نسخة من الواتساب او فيك تمحي نسخة القديمة وتنزل النسخة الرسمية من البلاي ستور. اه طبعا رحط انا رابط نسخة البلاي ستور بوصف اه الفيديو ورح نقوم هلأ اه سويا رح نقوم هلأ سويا بتجربة الاتصال اه ولازم اه حدا اه يكون مفاعل عنده هيدا الخدمة لحتى اتم العملية بشكل اه يتصل فيك يعني وتم العملية بشكل اه جيد. انا صراحة بعد التحديث احد اتصل فيني عنده هيدا الميزة و وزبطت عندي يعني. هلأ حنجربة سويا. رح حقوم حاليا باجراء اتصال. يوسر حسن. احسان بشكل واضح هلأ بشكل واضح هلأ بشكل تسمعني. احسن قبل اعزبك تجربة عملية لعملية الاتصال شخص الذي طلبته سوف يرجع لفن بطلبة نحن نلاحظ الرنين عادة شكرا شكرا هذه هي الطريقة وكل الأشخاص الذين يحبون يفعلوا الميزة يمكننا أن نضيف أرقامهم بالتعليق أنا بقوم بالطلبهم بعملهم مستكول لحتى تدفع الخدمة عندهم بشرط تكون عندهم النسخة الأخيرة من الواتس أب المثبت من البلاي ستور حبيت أيضاً تشير لنقطة مهمة أو الميزة الموجودة بالواتس أب النسخة المحدثة التي تحدثت عنها بالنسبة للاتصال هي أنه صار بإمكانه مثلاً الضغط على صورة الشخص الموجود عندنا من هذا الزر يمكننا أن نقوم بعمل محادثة معه من هذا الزر يمكننا أن نتصل به مباشر مثل ما رأينا في الفيديو ومن هذا الزر أو من هذا الخيار يمكننا أن نعرف معلومات عن الشخص الذي نضيفه عندنا لجهة الميديا التي صارت بيننا وبينه ولجهة الرعم الهاتف ولكن أريد أن أعطيكم هذه الميزة والإضافية التي نضافت على الواتس أب هذه كانت تشيل هذه الحلقة شكراً لكم لا تنسوا الاشتراك وعمل لايك وإن شاء الله سوف نتابع حلقات تانية شكراً لكم